اختتم وفد الشعبة البرلمانية برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين لرئيسة مجلس النواب اليوم مشاركته في الاجتماعات الافتراضية للقمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات والتي أقامها الاتحاد البرلماني الدولي بتنظيم من جمهورية النمسا فيينا وخلال الجلسة استعرضت رئيسة مجلس النواب ورقة حول تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا وإدماجها ماليا وأهم الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفداء يده الله ورعاه في مجال تمكين المرأة اقتصاديا ووضع تصورات ومبادرات لتحقيق أكبر استفادة من التجارب الناجحة إضافة إلى التجربة اللافتة والإنجازات الفريدة التي تحققت في مجال تقدم المرأة البحرينية بفضل الجهود والمتابعة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفداء حفظها الله رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وقد ناقشت الجلسة الحوارية الافتراضية برئاسة معاليها موضوع القيادة البرلمانية للنساء في زمن الكورونا وخرجت بمجموعة من التوصيات في مقدمتها الحث على تفعيل الدور التشرعي ووضع الإجراءات التي توفر ظروفا أفضل للنساء وتمكينهن من لعب دور محوري في النهوض بالمجتمعات وإنشاء ميثاق يحقق الجودة للحياة إضافة إلى إبراز الدور المحوري للنساء في مجال القيادة السياسية في الاستجابة لمنع الأزمات الصحية والمناخية من خلال رفع مستوى إدارة الطوارئ ودعت الرئيسات إلى تبادل الخبرات بين القيادات البرلمانية بما يعزز دور النساء في مواطن صنع القرار وإطلاق حملات لزيادة الوعي لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر